خلينا اتكلم بقى النهاردة شفت الماتش ازاي يعني ايه الاسباب اللي خلتنا كنا هنخسر وتعادلنا في الاخر ليه النهاردة اللعيبة اداءهم مش الاداء اللي دايما اللعيبة بتقدموا الفترات من ساعة ما ميستر فيتوريا يعني قولي كده الاسباب من وجهة نظر بص هو طبعا المباراة من بدايتها وصلنا ان احنا باول دايتين لما تجيب هدفت المباراة حتبع سهلة جدا بالنسبة احنا احنا وقتنا بنتفرج على المباراة سهولة المباراة بيت موجودة في ايدينا بعد الهدف في الديها التانية فالمباراة هتفتح منك الفرقة دي لو هتلعب مثلا بتلعب بشكل دفاعي لقى الموضوع حيبا مختلف لكن اللا مبالاة اللي كانت موجودة عند لعيبتك النهاردة هي السبب في كده لا مبالاة اه طبعا ما فيش كلام ما فيش كلام انت بعد الهدف ده لا مبالاة ولا استهطار لا مبالاة بتوصل لكده بقى استهطار وثقة زيادة يعني الجنب البادري النهاردة ما نفعناش لا بالشكل ده ما نفعناش ما نفعناش دليل على كده يا كريم اهم من الاساسيات بتاعت الفرقة الكبيرة اللي عايزة توصل انها تجيب هدف هي بداية اللعبة من تحت انت النهاردة ما كنتش بتبتدي بل بالعكس بقى الموضنبيخ اللي كان بتطلع بالكورة من تحت بدون خوف وبتطلع بسرعة واداة كان فيه رتماء سريع جدا التمريرات بتاعتهم كانت سليمة بشكل كبير بالرغم ان انت كنت السيطرة بتاعتك او الاستحواس كان اعلى منهم لكن هم كانوا بيقدروا ان هم يطلعوا بالكورة من تحت ما كنتش بتطلع بالكورة من تحت يعني طبعا ما احترامي كامل لكل اللعيبة يعني دي بتبقى ممكن يكون ديوف بالنسبة للعيبة كلها بس لما كل معظم اللعيبة في الملعب دي اللي تسبب لك مشكلة اي انت ما كنتش بتعرف تطلع التن النقل أو اثنين وثلاثة واربعة بسرعة علشان تقدر انت عندك الجانب الهجومي فيه تميز بشكل كبير ما استفدتش انت منه طب ليه كان ده اللقبطة تغيير مركز اللعيبة نهاردة احنا قلنا الكلام ده لسبوع اللي فات وانا قلتلك اهم حاجة في المباراة اللي زي دي ان انت تلعب كل اللعب في مركزه انت قلتلك جملة دي لسبوع اللي فات فعلا وده فعلا النهاردة انت لما لعبت صلاح رقم عشر ايه اللي استفادة او مهاجم سائت بس في العمق حقول عشان لش انت تفتح لزيزو من ناحية اليمين حقول انه هو لعب كده يعني اه انت استفادت بزيزو ناحية اليمين لكن خسرت محمد صلاح اه في الحتة دي هل انت بتلعب محمد صلاح عشان عايزت في المكان ده عشان عايزت لعب زيزو فدي برضو مشكلة كبيرة فانت ليه ما كنتش لعبت زمنا كنت يعني احنا تكلمنا فيها ان انت من كنت تلعب امام وزيزو ويلعب وسطهم اه مروان كان ممكن تعمل كده هتخلق جبهات هجومية بشكل كبير جدا هتدي فرصة لزيزو ان يتحرك بحرية محمد صلاح هيلعب في المكان بتاعه اللي بيتعمله فيه دي ناحة لمين اللي بيتعمله فيه مليون حساب